في خبر عن التحالف العمل الوطني هتشوفوا قدام حضراتكم دلوقتي تحالف العمل الوطني ده يعني عمل نوع من أنواع النشاط بالنسباله و أعلن إطلاق أول قوافل طبية ضمن مبادرة وصل الخير 2 المبادرة دي تنفيذة لتوجهات رئيس الجمهورية والحقيقة دي أمل نهارده الجمعة اللي هو أول يعني ده البداية إطلاق المبادرة و قالوا أنها دي بتأتي ضمن خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني في إطار مبادرة وصل الخير 2 وتضم القافلة الطبية الموسعة والتي تتم إطلاقها في محافظة أهلية العديد من التخصصات الطبية منها بطنة جلدية أمفو أزن جراح عظام مخوعصاب أطفال رمض مسالك بولية قامت جماعية مصطفى محمود بتيسير فريق طبي متخصص على أعلى مستوى من التأهيل بالإضافة إلى سيارات طبية مجهزة و قاموا بالكشف على أكثر من 3000 حالة بالمختلف الأعمار و إجراء كافة الفحوصات اللازمة في هذا الأن ده مؤمور لازم نشجحها ولازم يعني الحقيقة نهتم بها جدا في هذا الإطار طيب محافظة في محافظة الدأهلية و أنا من محافظة الدأهلية الحقيقة محتاجين كل دعم في هذا الإطار يعني محتاجين الحاجات دي وقافة بتنزل في محافظة الدأهلية و محافظة الشرقية و محافظة دميات و محافظة مطروح و في اللقصر و أسيوت و أسوان و إينو كل المحافظات في هذا الإطار